يا إخواني هذه نعمة مفطحين اثنين ما ذيق منها شيء وموضوحها كما هي ونحن والله ما نبعد عن أقرب بلدة وهي الدواد من الآن إلا خمسة كيلو أو عشر كيلو هذه النعمة أخشى أن يعذبنا الله جل وعلا بها كما عذب الله جل وعلا أقوى هل هذا هو الشكر لله جل وعلا؟ من الذي أعطانا؟ من الذي رزقنا؟ من إخواننا والله ما يجدون أكلهم إلا في النفايات وفي براميل الزبالة فاتقوا الله جل وعلا في أنفسكم يا من أنعم الله عز وجل عليك بالمال وأعطاك فليس هذا هو شكل الله جل وعلا أعطيها والله أناس لهم أيام وشهور بعضهم والله ما أكلوا لا لحم ولا رزق فاتقوا الله في أنفسكم وهذه النعمة قد تنقلب إلى نقمة وهذه الأموال قد تنقلب غدا إلى بؤس وشقاء وفقر وقد قدا تسأل هذه النعمة لأن الذي أعطاك هو الله جل وعلا فأسأل الله تعالى أن يحصمنا وإياها من هذه النعمة التي والله ما شكرت ولم نتق الله عز وجل فيها